مساء المحبة والسلام أنا عضوان الأحمر يحييكم في المدار كان في العراق قيادة فأصبح فيه قيادات وكان له جيش واحد فتعددت جيوشه وفصائله وميليشياته تسعى بغداد لتخلص من أعباء حكبة صدام حسين وبالعودة لزمن ازدهار عاصبة الرشيد لكن ذلك يزعج بعض الجيران ومنهم إيران التي تحرك أدواتها كلما استقر العراق واطمانه فهل ينجح العراق بعادة جيشه لمكانته الطبيعية عربيا وعالميا وكيف سيتمكن من التخلص من إحراج الحجز الشعبي له وهل سيتمكن الجيش من مواجهة التهديدات المستقبلية وحيدا في حال مغادرة قوات التحالف الدولي للأراضي العراقية في المدار نعرف التفاصيل مرحبا بكم وجددا مشاهدي المدار رحب ذلك بضيفنا اللواء تحسين الخفاجي المتحدث بسم قيادة العمليات المشتركة في العراق مرحبا بكم سعادة اللواء أهلا وسهلا بك وأنا رئيس خلية الإعلام الأمني أيضا يعني إن شاء الله المناصب متعدة وإن شاء الله للأعلى يا رب ولكن يعني نريد أن نبدأ سعادة اللواء في موضوع مهم جدا وهو ما يحدث في العراق من هجمات إما على المقار الأمريكية أو بعض الدول وكذلك فيما يتعلق بالعمليات الأخيرة في قصف بعض المقار لبعض الفصائل المسلحة دعنا نقوله حتى لا أعرف كيف أن نسميها الميليشيات مثل حركة النجباء وغيرها ماذا الذي يحدث في العراق؟ هل هي تصفت حسابات؟ هل هي رسائل متبادلة ما بين الفصائل تابعة لإيران؟ لا أحد يعرف ماذا يحدث؟ اشرح لنا سعادة اللواء أولا تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكرام وأكيد ما يحدث في العراق أولا العراق ليس بتلك الصورة التي تنقل أمام حقيقة وسائل الإعلام لدينا استقرار أمني لدينا عمل لدينا قوات وأمكانيات وقدرات عالية ولكن هناك حالات تحدث وهذا الحال مرفوض من قبل الحكومة والحكومة في بيانات كثيرة أدانت كل من يحاول الاعتداء على الأهداف وخصوصا الأهداف الدبلوماسية المقرات وكذلك أي شيء خارج نطاق الدولة أيضا بنفس الوقت الحكومة أدانت وبشدة ما تعرض له الاعتداء اللي حدث قبل حوالي أسبوع بالعاصمة بغداد وعلى أثر الحقيقة كان هذا الاعتداء غير مبرر ولم تبلغ به لا الحكومة ولا كل الجهات المعنية اللي تعمل معنا وهذا أيضا اعتداء مبرر العراق لا يقبل أن يكون ساحة لتصفية المجالات أو ساحة لتصفية الحسابات لذلك نحن نمتلك قوات ونمتلك إمكانيات وقدرات عالية جدا فيما يخص حدودنا نحن ضبطنا حدودنا ومنعنا أي تسلل باتجاه حدودنا لدينا تعاون كبير مع دول الجوار وأسهمت إسهام كبير من خلال بناء علاقات متطورة وجيدة وذات إمكانيات وقدرات عالية جدا أسهمت في حلحلة كثير من الأمور سعاد تلواء طبعا نعرف الوضع العسكري حساس شوي فيما يتعلق بعدم الدخول في دهاريز السياسة ولكن الهجوم اللي حدث قبل فترة يعني قبله حدث أكثر من مئة هجمة على دعنا نقول مصالح وقواعد أميركية بعد أحداث غزة والبعض يقول أن مثلا الحجد الشعبي الذي يأتمر بأمر رئيس الوزراء ومرجع رئيس الوزراء هو من قام بهذه العمليات ما الذي يحدث؟ لماذا إذا كان هناك ضبط أمني لجميع الفصائل المسلحة لماذا هناك من يهاجم القواعد الأميركية والمصالح الأميركية؟ لماذا يدخل العراق نفسه أو تسمح القوات المسلحة أن يقوم البعض بإدخال العراق في نفق لا أحد يعرف نهايته ومعركة دعنا نقول بكل شفافية يعني خاسرة حينما يقوم أحد باستهداف مصالح أجنبية وخارجية على أراضيه أولا العراق لن يسمح بمثل هذه التصرفات والعراق على مستوى القائد العام للقوات المسلحة وبشكل واضح جدا وببيان عن طريق المتحدث باسم القائد العام اللوائح الرسول وضح في هذا البيان بأن هذا العمل عمل مرفوض بالمناسبة أنت تكلمت عن الحجد الشعبي الحجد الشعبي ليس كما الحقيقة وصلتك المعلومة والحجد الشعبي مؤسسة أمنية منضبطة تعمل معانا أنا أعمل في قيارة العمليات المشتركة ورئيس لخلية الإعلام الأمني وكل التخطيط والعمل المشترك مع القوات الأمنية في الحجد الشعبي اللي هي أساسا لديها انضباط ولديها عمل تعمل مع قواتنا الأمنية أما فيما يخص بعض المجاميع اللي قامت بهذا التصرف أدينت وبشدة من قبل القائد العام للقوات المسلحة وتم اتخاذ إجراءات باتجاه من قام بهذا العمل ولدينا عمل كثير في هذا المجال لن نسمح بأن يكون هناك تقويض لأمنا القومي عملنا كمؤسسة أمنية من خلال ما نمتلك من إمكانيات وقدرات ووحدة قيادة وسيطرة الحشد هو مؤسسة أمنية تعمل وتؤتمر بأمر القائد العام ولدينا كثير من العمليات المشتركة ولدينا كثير من الأوامر أصدرناها لهم وهم ملتزمون ومطبقون لهذه الأوامر ولذلك الحقيقة كل ما يقال ليس لمؤسسة الحجد الشعبي وإنما لبعض الذين خرجوا عن إرادة الدولة وقاموا بهذا التصرف وهذا التصرف أدين ومرفوض وهناك عمل بالحقيقة محاسبة من قام بهذا العمل لو تحسين يعني أنا إن شاء الله يتسع بالك لنا يعني للأسئلة ما زال لدينا كثير من الأسئلة وعشرات الأسئلة تقريبا لكن الذي قام بالعمل أو بعض الهجمات هي المقاومة الإسلامية التابعة للحجد الشعبي أنا لا أريد أن تتحدث عن الحجد الشعبي ولكن أريد أن تتحدث عن المجاميع المسلحة أنت حينما قلت أن هناك يعني محاسبة ومحاكمة البعض يقول أن كل من قاموا باستهداف المصالح الأجنبية وتحديد الأمريكية أكثر من 100 هجوم لن يتعرضوا للمحاسبة وهم أقوى إذا سمحت لي طبعا أتمنى أنك تصحح لي هم أقوى من أن تحاسبوا بالمؤسسة العسكرية هل سيتعرض فعلا هؤلاء للمحاسبة ولمحاكمة ستنشر المحاكمات ستنشر التفاصيل أبنها دعنا نقول يعني لو بدي اتصالات هاتفية يعني لا تقوموا بهذا العمل مرة أخرى يعني أولا نحن نتكلم عن مؤسسة عسكرية وعريقة وقبل أيام كان احتفال لنا بالذكرى 103 لتأسيس الجيش العراقي والجيش العراقي يعتبر أقدم وأول جيش لا بالمنطقة العربية فحسب وإنما في الشرق الأوسط كله وأول الأسلحة التي تم حقيقة يعني إنشاءها هو سلاح القوى الجوية وبعدها السلاح المدفعية ومن ثم البحرية وهم أيضا أقدم الأسلحة اللي موجودة سواء لا في الوطن العربي وإنما في الشرق الأوسط لذلك نحن عندما نتكلم عن مؤسسة أمنية وكان هناك استعراض والكل لاحظ هذه الاستعراض والكل يعلم بأنه الغاية من هذا الاستعراض هو إرسال رسالة واضحة وكان هذا الاستعراض بإشراف القائد العام للقوات المسلحة لذلك نحن كمؤسسة أمنية وعسكرية واجبنا الجيش العراقي وكل المؤسسات الأمنية والعسكرية بما فيها الحجر الشعبي واجبنا هو حماية حدودنا الدولية حماية مواطنين وحماية ثرواتنا ومقدراتنا لحد هذه اللحظة نحن قادرون ولدينا عمل كبير ولدينا تخطيط ولدينا رؤية لعام 2023 أما المعلومات التي ذكرتها جنابك فهذه المعلومات أكيد غير دقيقة والتي وضحت لجنابك بأنه هناك أمر من القائد العام وأدين وبيانات صدرت وأعتقد هذا الموقف رسمي ويفي بالغرض جميل يعني أريد أن أسألك فيما يتعلق بقيادة العمليات المشتركة أنت متحدث رسمي بها ورئيس خليلية الإعلام الأمني ولكن حينما تم قصف مقرات للحشد الشعبي وبعض الحركات المسلحة العراقية كان هناك غضب إلى شك شعبي عراقي وهناك من طالب باتخاذ موقف من هذا هناك من يتحدث أن التنسيق تم بين قيادة العمليات المشتركة ورئاسة الوزراء وهناك من يقول أن هذا الكلام غير صحيح تماما إشرح لماذا حدث هل تم التنسيق فعلا مع الحكومة العراقية بأنه سيكون هناك قصف يعني تتذكر تصريح دونالد ترامب حينما قال أن إيران مثلا استأذنتنا بأنها ستقوم بتكليف بعض الجماعات العراقية في قصف مقرات أمريكية فقط مجرد حفظا لماء الوجه هل هذه أيضا ينطبق عليها ما قاله ترامب أم لا يعني أكيد بالمؤسسة الأمنية والعسكرية وخصوصا مع القائد العام للقوات المسلحة نحن نعمل هدفنا الأساسي هو وحدة بلدنا وأراضينا ولن نسمح بأن يكون هناك اعتداء أو الكيل بمكانهم نحن نتحدث عن قصف ونتحدث عن اعتداء أطال الحقيقة العاصمة بغداد والدليل على ذلك أنه عندما تحدث الجمعة الماضية في يعني قبل حوالي ثمانية أيام المتحدث باسم الحكومة العفون لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وأعلن بأنه هناك تنسيق أو عمل أو تعاون تم إصدار بيان من خلية الإعلام العملي ووضح به بأنه هذا العمل غير صحيح وغير دقيق ولم يتم لا إخبار ولا التنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ولا أي شخصية أو جهة معينة وتم إصدار هذا التوضيح بشكل واضح ببيان رسمي وضح به كل الأمور وكل الملابسات لذلك أنا أؤكد لك ومن خلال شاشتكم بأنه البيان الذي أصدر هو أكبر دليل وإجابة لما تفضلت به جنابك الآن جميل هناك مطالبات بلا شك أنك سمعتها لواء تحسين في الأيام الماضية أو الأسبوع الماضية عن إنهاء قوات التحالف الدولية التي شكلت طبعا لمكافحة داعش طبعا في هذا الوقت الذي جاءت المطالبات بدأت عمليات لداعش يعني يقال أنها في كربان إيران أو أن الذي يقف وراءه داعش وبدأ داعش بالظهور مجددا في بعض الدول أنه قادم وأنه سيقوم بعملات إرهابية لماذا الدعوة إلى إنهاء التحالف الدولي هل فعلا هناك حاجة لإنهاء التحالف الدولي هل أنت مع إنهاء التحالف الدولي وأنا أعتذر يعني يمكن نحرجك سعاد تلو ولأنا كنت لك مظلتين مظلة رئيس خلية الإعلام الأمني لا 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 أنا أحرج أنا أبدا ما أحرج يعني أنت خلية الإعلام الأمني أبدا هناك تفضل واضح طبعا إحنا لو نرجع للتحالف الدولي وأسباب تأسيسه نرى بأنه داعش اللي كان في ذلك الوقت قد سيطر على مساحة معينة من العراق وهذه المساحة اللي سيطر عليها كان يحتاج العراق في ذلك الوقت اللي ما يمتلك إمكانيات وقدرات عالية والأهم من ذلك هو كانت الحدود مفتوحة يعني كانت الحدود مع الجانب السوري مفتوحة الوضع في سوريا مقلق ولا زال لحد الآن الحقيقة داعش خطر في سوريا لكن بعد ثلاث سنوات ونصف وبعد أن شكك كل العالم بأن القوات الأمنية العراقية بما فيها الحجد الشعبي لن تتمكن من تحرير ثلاث أراضي العراق إلا أن تحتاج عشر سنوات أو خمسطعة سنة والبعض ذهب إلى عشرين سنة ولكن بثلاث سنوات ونصف استطعنا ومن خلال الحقيقة ويرجع الفضل أيضا للفتوى المباركة لسيد علي السستاني بدأت عملية إعادة التنظيم وعملية إعادة ترتيب البيت الأمني العسكري وفعلا استطعنا من خلال تلك المعارك أن نكتسب أولا خبرات ونبني قدراتنا أثناء الحرب ونتسلح ونتدرب وهذا الحقيقة أكسبنا قدرة وإمكانية عالية على المرونة وعلى القتال في أماكن صعبة جدا وخصوصا أماكن يتمترس بها داعش مع المدنيين بعد أن قدم الجيش العراقي والقوات الأمنية كلها بمختلف مسمياتها وحتى المدنيين المواطنين تضحيات ودماء من أجل أن يصنعوا هذا النصر ويعطوه للعالم كهدية هنا بدأت مرحلة ثانية من التحالف الدولي وبدأت عملية التنسيق وفعلا بالتعاون والتشاور والنقاشات تم تحويل المرحلة من مرحلة قتالية للتحالف الدولي إلى مرحلة استشارة واستطعنا من خلال هذه المرحلة وخلال فترة معينة أن نقوم بعملية استمرارا طبعا لما تبقى من خلايا تنظيم داعش الإرهابي وضبطنا للحدود وتجريدنا لداعش وإمكانياته وقدراته وملاحقته في مناطق معقدة جغرافيا وكان عام حتى عام 2024 كان عام ناجح جدا باستهدافنا لما تبقى من قياديه ومن أيضا الإرهابيين اللي موجودين طبعا هنا الآن الوضع صار معقد أكثر عندما يتم استهداف مقر أمني أو في مكان معين دون موافقة أيضا القيادات فإحنا هنا رح يحتاج وحسب الخطاب اللي أعلن القائد العام للقوات المسلحة المحترم بأنه يجب أن يكون هناك نقاش وعودة للحقيقة ترتيب العلاقة وكذلك أيضا لداعش أو عفوا التحالف وجد لداعش الآن داعش تقريبا لم يعد كما كان في السابق داعش الآن ضعيف عبارة عن خلايا بسيطة جدا تقوم ببعض العمليات الإرهابية ولكن هذا ضمن إمكانياتنا وقدراتنا كقوات أمنية أن نستطيع أن نقوم بعمليات تلغي هذه التنقلات أو هذه الحركات اللي يقوم بها التنظيمات الإرهابية ولذلك من الضروري جدا أن نعيد ترتيب أيضا إمكانياتنا وقدراتنا بما يتلاعم وحجم التحديات اللوة تحسين شكرا لك إجابة تفصيلية صراحة ولكن سمحنا بفاصل قصير إذا سمحت لي ونثم نعود الاستكمال ما تبقى معك من محاور وأسئلة فاصل قصير عزيزي المشاهدين نعود معكم في المدار انتظرونا منذ بدء الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل تعرضت القوات الأمريكية لأكثر من 150 هجوما من قبل ميليشيات مدعومة من إيران منضوية تحت ما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق ففي منتصف أكتوبر الماضي استهدفت هذه الميليشيات القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير الجويتين بهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين أسفر عن إصابة عدد من الجنود وفي نوفمبر الماضي تعرضت القوات الأمريكية والدولية في شمال شرق سوريا لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة لأربع مرات في غضون 24 ساعة وصلت هذه الميليشيات عملياتها بهجوم بطائرة مسيرة في العراق أدى إلى تعرض ثلاثة جنود أمريكيين لجروح أحدهم في حالة حرجة وفي مطلع العام الحالي تعرض أربعة جنود أمريكيين لإصابات دماغية إثر إطلاق عدة صواريخ باليستية على قاعدة جوية في العراق وقبل أيام قتل ثلاثة من عناصر الجيش الأمريكي ووصيب خمسة وثلاثون آخرون بجروح في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية مرحبا بكم مجددا مشاهدي المدار ورحب كذلك مجددا بسعادة اللواء تحسين الخفاجي المتحدث بقيادة العمليات المشتركة في العراق ورئيس خلية الإعلام الأمني مرحبا بجددا سعادة اللواء مرحبا بكم تحدثت قبل الفاصل على موضوع الضبط الحدود وتحدثت على موضوع عدم الحاجة للقوات المشتركة وشرحت أنت لماذا؟ ولكن أريد أن أسألك على موضوع الضبط الحدود إذا سبحت لي ويعني هو ليس سؤال سياسي وإنما سؤال عسكري في موضوع تهريب المخدرات من المعروف طبعا أن سوريا هي أكبر دولة تقوم بتهريب الكبتاغون إلى جميع المنطقة العربية لأهداف تجارية طبعا لأهداف اقتصادية حينما قمتم بضبط الحدود أريد أن تشرح لنا هل كانت هناك محاولات قبل الضبط الحدود بتهريب هذه الكميات كبيرة من الكبتاغون ومثم تصديرها لبعض دول الخليج والدول العالم العربي أم لا؟ اشرحنا ما الذي تغير بعد ضبطكم للحدود مع سوريا؟ طبعا أولا قبل أن نتكلم عن ضبط الحدود نتكلم عن تحدياتنا نحن كقوات أمنية يعني لدينا تحديات كان التحدي الأول هو داعش ولكن نتيجة لاستمرارنا وعملنا سواء مع المجتمع الدولي أو مع أشقائنا من خلال العراق وقوات الأمنية استطعنا وبعون الله وفضل منه أن نقوض هذا التنظيم وأن تقريبا ننهي إمكانياته وقدراته وإن تبقى بعض ما تبقى منه ولكن لدينا أيضا رؤية وستراتيجية لهذا العام التحدي الثاني اللي هو مهم جدا ليواجه قواتنا الأمنية هو تحدي المخدرات وهذا الظاهرة الحقيقة ظاهرة مهمة جدا بالنسبة لنا كقوات أمنية أولا هذا الموضوع يؤثر على مجتمعنا يؤثر على سلوكنا وأيضا السلم المجتمعي لدينا لذلك بدأت هنا عملية دراسة وبدأت هنا عملية تعاون واجتماع وتحليل لكل هذه الحالات التي تحدث وبإزديادها بدأت هنا مرحلة جديدة عن طريق قيارة العمليات المشتركة اللي في ذلك الوقت آنذاك كان سيد نائب قائد العمليات المشتركة اللي الآن هو معالي وزير الداخلية يعمل عدة زيارات وشخص بأنه يجب أن يكون هناك ضبط للحدود ضبط الحدود رح يأمن لنا ثلاثة أشياء رح يأمن لنا عدم تسلل المسلحين رح يأمن لنا عدم تسلل السلاح ورح يأمن لنا عدم تسلل المخدرات والحقيقة هاي الآفل اللي هي بدأت تقلق ليس فقط العراق وإنما كل الدول المنطقة لذلك كان هناك تعاون كبير وعمل كبير من خلال الوزارات الأمنية وبدأنا في أول عمل اللي هو عمل ضبط الحدود العراقية السورية يعني كما تعلم أنه طول هذه الحدود هي 610 كيلومتر وتصل إلى يعني من جلبارات مخفر جلبارات إلى فيشخابور في فيشخابور هناك عندنا البيش مرقى الأخوان في البيش مرقى يستلمون الجزء الثاني من الحدود ولديهم أيضا قدرة وعمل في هذا المجال هذا المكان كله 610 كيلومتر كان مباح كان مفتوح كان هناك تهريب كان هناك تسلل من قبل الإرهابيين وأنت تعلم والجميع يعلم أنه شمال شرق سوريا يكثر في حركة تنظيم داعش الإرهابي بدأنا بعمل جدي وبدأنا بدراسة لضبط حدودنا وتم فعلا وعلى ضوء ذلك دراسة هذه الحدود واستطلاعها سواء عن طريق الجو أو عن طريق البر ووضعنا يعني إمكانيات وقدرات في ذلك الوقت قبل حوالي سنتين هذه الإمكانيات والقدرات بدأنا بنصب أبراج ذكية جدا طبعا هذه الأبراج تحتوي على كاميرات حرارية تحتوي على أجهزة مراقبة وأجهزة ألكترونية وضعنا أيضا أسلاك شائكة وضعنا سدة ترابية وضعنا مانع بعمق ثلاثة أمتار وبعرض ثلاثة أمتار وقمنا بزيادة قيارة قوات الحدود مع مجيء القائد العام للقوات المسلحة كان عنده اهتمام كبير في مجال الحدود أمر أيضا من خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن نزيد هذه التحصينات بأن نضع صبات كونكريتية وفعلا نجحنا بوضع صبات كونكريتية في مناطق يعني معقدة نوعا ما جغرافيا بحيث لا تسمح بتواجد لا قواتنا الأمنية ولا تغطية بصرية ولا حتى تغطية كاميرات حرارية لكونها مناطق الطيات الأرضية تمنع يعني أعطاء مجال للرؤية بشكل واسع ونجحنا والحمد لله لو نلاحظ أنه العام وهذه السنة نقارن ما بين عام 2023 وعام بداية عام 2024 لحد الآن إحنا اليوم دعش يوم من عنده نلاحظ أكو فرق كبير في عملية التهريب وعملية أيضا الدخول وعملية أيضا الإرهابيين وانعكست على الواقع الأمني داخل العراق انعكست على أنه هناك يعني مراقبة هناك تقايد كبير من قبل القوات الأمنية وكذلك اهتمام كبير من قبل القائد العام وهذا نعكس على الواقع الأمني نأتي باتجاه حدود أخرى اللي هي الحدود العراقية التركية ولأول مرة وأيضا طبعا لحد الآن إحنا لدينا عمل كبير ومتواصل مع الإخوان في البياشمرقة والتعاون والعمل الكبير كان أكثر موجود في قيارة المنطقة الأولى اللي هي قيارة قوات حرس الحدود اللي تابعة إلى وزارة الداخلية في حكومة المركز واللي هي دائما بين حدودنا وحدود الجارة تركيا وهنا أيضا من خلال الاجتماعات واللقاءات تم طرح عدة تحديات أول هذه التحديات أن هذه المنطقة ما ممسوكة تحتاج إلى شيئين تحتاج إلى نصب أبراج على الخط الصفري الخط الصفري طبعا هو مصطلح يطلق ما بين العراق والجارة تركيا وأيضا النقطة الثانية هو زيادة عدة قيارة قوات حرس الحدود المنطقة الأولى لكي يتمكن من أداء واجبة وليكي يتمكن أيضا من أداء ما ممكن أن يقوم به لمنع أي حالة معينة أو الإضرار بالأمن والاقتصاد سواء العراقي أو الأخوان في كردستان وأيضا كان هذا مطروح على الحدود العراقية السورية واستطعنا أيضا بنجاح من القيام بذلك تقدمنا خطوات كثيرة يعني لأول مرة ننصب أبراج ومناطق ونقاط سيطرة بيننا وبين الأخوان في تركيا وجاري العمل لمسك كثير من هذه الأراضي أنت تعلم بأن هذه المنطقة صعبة جغرافيا جبال وديان سهول معقدة يعني في بعض الأحيان لا يمكن الوصول إليها إلا بالحقيقة بحالات معينة هذه الحدود مع من سعدت اللواء؟ كل ما نتقدم مع من سعدت اللواء؟ الحدود مع من؟ نعم هذه الحدود مع تركيا؟ هذه الحدود مع تركيا أنا عندي سؤال على الحدود أنا أعرف أن الحدود السعودية العراقية مؤمنة بالكامل وهناك اتفاق وهناك زيارة الوزير الداخلية العراقي قبل فترة إلى المملكة العربية السعودية ولكن على موضوع الحدود مع إيران يعني أنا الأسئلة كلها لا بدنا تدخل في السياسة قرية أنا جايك أنت لو لا لأنه إحنا طوالنا بالإجابة لو أعطيتني فرسلة يلا تفضل يلا تفضل يلا تفضل يلا تفضل تفضل أي فبعد أن طبعا هاي تاخذ يعني تاخذ وقت إحنا مشينا تقدمنا وهاي تاخذ وقت أيضا مع الأخوان في تركيا نأتي على الحدود العراقية الإيرانية أيضا هناك عمل كبير قبل حوالي ثلاث سنوات أو سنتين ونصف إحنا بدأنا بعمل ببناء سدة ترابية على هورد الحويزة وكان هذا تعاون كبير من الجانب الإيراني مع الجانب العراقي وزيارات متبادلة سواء ما بين معالي وزير الداخلية العراقي أو معالي وزير الداخلية الإيراني وتمكننا من القيام بعمل لقيام بسدة هذه السدة اللي هي على هورد الحويزة وعلى منطقة إحنا دائما نعتقد بأنه هناك يعني عملية تسلل أو عملية حركة للمهربين وفعلا نقوم بها هذه طبعا بالتعاون مع وزارة الدفاع والأخوان الجهد الهندسي في الحجد الشعبي وأيضا هناك أيضا إحوازات الإحوازات هي عبارة عن أنهر صغيرة في شط العرب هذه أيضا تستخدم إلى التهريب عن طريق لهذه أيضا قمنا بغلقها وهذا أيضا الموضوع يعني جاري العمل به وصلنا إلى مراحل متقدمة به أعتقد هذا العام سوف يكون عام الحسم أو عام إنهاء كل هذه التحصينات وبذلك سيدي الكريم نكون قد أول شيء باتجاه تحدي المخدرات سواء باتجاهنا أو باتجاه دول الجوار هو غلق الحدود ومسكها بطريقة تمكننا من أن نراقب نسيطر نمنع أي حالة الضر لا باقتصادنا ولا بشعبنا ولا باقتصاد وشعب دول الجوار أكيد جميل يعني أريد أيضا أخذك يعني هذه الإجابة على الحدود العراقية الإيرانية قبل فترة تتذكر يعني حينما كان هناك يعني اختراق للحدود ويعني تفويج عشرات الآلاف في أحد المواسم الدينية وصار هناك جدل وخلاف كبير جدا هل الجيش العراقي ونعرف طبعا أن الجيش العراقي عريق وله كل الاحترام والتقدير دائما هل هو قادر على مواجهة أي اختراق إيراني للحدود أم أن هناك مجاملات سياسية بسبب بعض النافذين دعنا نقول في العراق وإيران والعلاقة القوية بينهم والكل يعرف طبعا إذا سمحت لي سعدت اللواء أن بعض القيادين في الحجد الشعبي على صلة وثيقة جدا بالحرس الثوري الإيراني يعني قد تكون المجاملة على حساب الجيش وعلى حساب الأمن العراقي هل هذا سيتم؟ أم أن هناك يعني خط أحمر مفروض من رئيس الوزراء ومن القائد الأعلى للقوات المسلحة يعني أولا إحنا عدما نتكلم عن الجيش العراقي نتكلم عن مؤسسة عريقة وأنا ذكرت لك بأن تاريخها تأسست في عام 1921 بفوج في ذلك الوقت في منطقة الكارنتينة في بغداد أطلق عليه اسم فوج موسى الكاظم عليه السلام وبهذا الفوج كان هو للمدفعية طبعا بعدها تطور إمكانيات وقدرات الجيش العراقي نحن ليس الآن في محل مقارنة أو محل الحقيقة ما إذا كان هناك اعتداء قد يكون أو لا يكون نحن نتكلم عن أولا تحديات هل لديك في حساباتك أو في تقدير الموقف أي حالة ممكن أن تستدعي أن يكون الجيش في حالة تحديات طبعا هنا تقديرات الموقف ترجع إلى الاختصاصيين وإلى العسكريين ولكن هنا عندما نذكر الجيش العراقي لنذكر أولا المؤسسات الموجودة مثل جنابكم أو مؤسسات أخرى وانظر ماذا كان تصنيف الجيش العراقي عربيا وعالميا يعني نحن نتحدث عن جيش الرابع عربيا وأيضا نتحدث عن جيش الـ 45 عالميا وهذا يفسر عملية وقوعنا في هذه المراحل يفسر بأننا قادرون على حماية بلدنا وقادرون على حماية شعبنا وقادرون على أيضا حماية أهدافنا الحيوية أما أن ندخل في مقارنة ما إذا أو لو الحقيقة هذه ليس من واقعها الآن ولكن أنا أجبتك بأنه الجيش العراقي الآن الرابع عربيا الـ 45 عالميا وهذا يفسر أولا إمكانياتنا وقدراتنا في التسليح إمكانياتنا وقدراتنا في استعاب أعقد الصناع العسكرية وهذا ما أثبتنا للعالم وأثبتنا لكل دول التصنيع التي استوردنا منها السلاح سواء كان السلاح الشرقي أو الغربي بمواصفات معقدة استطاعوا كوادرنا البشرية أن يستوعبوا هذه الإمكانيات وبوقت قياسي جدا وأضرب لك مثل على ذلك أنه كنا نقاتل تنظيم داعش وبنفس الوقت أيضا نستورد السلاح المعقد ونتدرب عليه ومن ثم نعود في استخدامه مرة أخرى بطريقة تمكننا من الحفاظ عليه وأيضا من صنع واختزال الوقت هذا يفسر الحقيقة الحقيقة إمكانية وقدرة الجيش العراقي في الدفاع عن البلد جميل سعدت لواء في هذا الفاصل أو في هذا الجزء يعني أعطيت المساحة كاملة لشرح كل المساء المتعلقة بالحدود وإمكانات الجيش العراقي سمحنا بفاصل قصير ومثل منعود معك إلى مجموعة من الأسئلة المختصرة عن مواضيع منوعة فاصل قصر عزيزي المشاهدين ونعود معكم في البدار انتظرونا مرحب بكم مجددا مشاهدي المدار وراحك ذلك مجددا بضيفنا سعدت لواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة والعمليات المشتركة في العراق وكذلك رئيس خلية الإعلام الأمني مرحبا مجددا سعدت لواء مرحبا بكم سعدت لواء يعني أنت استبقت أنا في كثير من المعلومات والأسئلة صراحة تحدثت عن ذكرى تأسيس الجيش العراقي وعملية الاستعراض وتحدثت أيضا على التصنيف وفعلا يعني كان في أسئلتنا في الجزء الأخير ولكن أعرف أنك دبلوماسي في الجزء الأول والجزء الثاني أنت تعرف أن أحد قادة الحجز الشعبي كان يستهزئ بالجيش العراقي في ذكرى التأسيس وقال أن لديهم فقط استعراض يعني لماذا هذا التمرد أو لبادة هذا التطاول على الجيش العراقي من قبل أشخاص أو مواسسات أمنية معتمدة في العراق وأنت أتوقع أنك شاهدت هذا التصريح أو الحديث قبل فترة يعني أولا الكل يعلم القاسي والداني يعلم بأنه الجيش العراقي اللي استعرض بهذه الإمكانيات والقدرات هو ليس جيش للاستعراض وما قام بسلاح الجو العراقي من فعاليات وقدرات عالية وبإمكانيات وقدرات لطائرات متقدمة جدا سواء الـ T50 أو الـ F16 طبعا هذا أكبر دليل على أنه الجيش العراقي هو جيش قوي وجيش قادر لو نأتي إلى فروع الجيش العراقي وإمكانيات وقدرات الجيش العراقي لنتحدث عن بعض الفعاليات البسيطة اللي سوف أعطيك إياها واللي سوف تكون رد بس ساعة تلوه بس ساعة تلوه لأنه عندنا أسئلة كثيرة و أنا صراحة يعني الاستعراض شاهدنا وما نقدر إحنا أن نأخذ كل التفاصيل على موضوع الجيش أنا سؤالي ما رأيك في مثل هذه التصريحات لماذا لا يحاسبون خصوصا أنهم في مؤسسة لا 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 أنا أنا إذا تسمح لي فضل فضل أنا الموضوع هو أنه أريد أجيب مثل واحد أو مثلين وراح يبين من خلال هذا المثل الواحد أو المثليين شنو قدرات وإمكانيات الجيش العراقي ننتحدث عن عام الفين و يعني خمسطعش بالتحديد يعني داعش كان مسيطر على كل ثلاثة أرباع يعني سبعة واربعين بالمئة من مساحة العراق و مدينة سنجار اللي هي كان بيها الأزيديين أو القومية الأزيدية كانوا محاصرين في منطقة صغيرة بالجبل و كان من الصعب جدا الوصول إليهم لكن أن يقوم هذا الطيار بالنزول إلى ارتفاعات منخفضة جدا من أجل ويكون هدف واهن وهي طائرة واهنة وكبيرة ويرمي المساعدات إلى الشعب المحاصرين في سنجار من ماء من غذاء من دواء في تلك الأوقات و وحتى في ساعات الظهر و ساعات العصر لأهن ويتحد الدفاعات اللي كانت موجودة عد الإرهابيين هذا يعتبر شجاعة لما نأتي على سلاح طيران الجيش أتدري كم طيار نحن استشهد لدينا أثناء عمليات التحرير ولا يوجد هذا الرقم في أي دولة بالعالم أكثر من 150 طيار في سلاح طيران الجيش استشهدوا استشهدوا لماذا؟ أولا استشهدوا لشجاعتهم و لكونهم كانوا يطيرون أكثر من يعني إصباطها الساعة باليوم يعني كنا نعلم بأن الطيارين لا يستطيع أن يطير فترة كبيرة جدا يحتاج إلى راحة من أجل أن يقود المعدة معيته يعني رحم الله الموتى لكن من تكون هيكي أقوال لماذا يستهتر؟ من تكون هيكي أقوال على المؤسسة العسكرية سيد أكيد هذا هناك محاسبة وهناك مراقبة وتم المراقبة وتم الحقيقة المحاسبة والاتصال بالأخوان لمعرفة ما هو السبب وهناك إجراءات اتخذت بحقها يعني لا تتصور بأنه لا تتخذ إجراءات جميل سعدت اللواء يعني هناك سؤال أعتقد أنه سؤال جميع وليس سؤال من عندي يعني سواء المشاهد العراقي المشاهد العربي المهتم بالشأن العراقي باستقال العراق يعني سؤال عن الصدر موقفة الصدر لديه جيش خاص به ولديه أسلحة ويقوم بالاستعراض دائما نوري المالكي لديه أيضا الفصائل الخاصة به أنه جباء يعني كثير من الحركات لو أعددها الآن لم ننتهي في الحلقة لماذا لا يتم ضبط هؤلاء ومنع أي تسليح خارج المؤسسة العسكرية ويكون الجيش له الكلمة الفصل في من يملك السلاح ومن لا يملك السلاح يعني أنا أعرف أنك قد تجيب بدون مسميات ولكن متى ستنتهي حالة الميليشيات أو الفصائل الضل في الدولة العراقية يعني جنابك تكلمت عن مسميات وتكلمت عن أنه هناك استعراضات للأسلحة اذكر لي اذكر لي نحن نتكلم عن 2023 ابدأ منذ بداية عام 2023 مع بعض الأحداث التي أكيد حلت في وقتها إلى حد الآن متى كان هناك استعراض ومتى كان هناك يعني تحدي للدولة العراقية وإرادة الدولة العراقية ولقواتها الأمنية أكيد ليس كل ما يقال الحقيقة هو المراد بي سعدت اللواء اسمح لي اسمح لي السلبية عن لا 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 أحنا لا أرحد يريد تصوير العراق بصورة سلبية نهائيا نحن نسأل على مثلا المواجهات التي حدثت حينما كان هناك تظاهرات في العراق وكان هناك يعني مسلحين تابعين لمقتد الصدر ومسلحين تابعين لآخرين هذا شيء آخر سيدي الكريم يعني هو نفس الشيء هذا إذا تسمح لي شيء آخر السؤالي إذا تسمح لي حتى يعني لا يفهم هذا شيء آخر لا يفهم سعدت اللواء في سياق آخر مني أنا أقصد متى سيصل العراق إلى مرحلة لن يتجرأ أي سياسي بالخروج المسلح سواء بكلاش وكوف أو حتى بسيارة عليها عيار خمسين أو إلى خريه الجيش خط أحمر أم العراق خط أحمر أي سياسي يريد أن يمارس السياسة يستطيع أن يمارسها في البرلمان ولا يملك سلاح خارج قبة البرلمان يعني إحنا من نتكلم عن هذه الحالات إحنا نتكلم عن الآن هناك كثير من التحديدات اتخذت وهناك كثير من الحركات الحقيقة أوقفت يعني كان هناك مسموح لبعض المعاونين للأخوان سواء حركات قطعات الجيش أو حركات القطعات الأمنية بالتحرك الآن هناك يعني حدود وهناك تعليمات صدرت وخصوصا يعني في منتصف عام 2023 صعودا إلى حد يومنا هذا هناك تقيد كبير في العمل هناك تقيد كبير في الحركة نعم مثل ما تفضلت أنه كل قواتنا الأمنية هي خط أحمر أمن العراق هو خط أحمر وأيضا أمن المواطن هو خط أحمر صدقني سيد الكريم أنا لا أقول لك ذلك لأنني عراقي وأحب بلدي فقط وإنما أقول لك هناك تطور كبير جرى في المؤسسة الأمنية والعسكرية هناك تطور كبير جرى في العلاقة ما بين المؤسسة الأمنية والعسكرية وأيضا السياسية هناك عمل هناك نقاش هناك هدف واحد هو أمن العراق سمعة العراق والعراق هو بلد إن شاء الله في عام 2024 ستلاحظ كثير من الأمور سوف تختلف به جميل أريد أن أتسألك أيضا على موضوع تنظيم داعش لأن تحدثت أن لم يتبقى منه إلا خلايا نائمة فقط ولكن هناك أيضا من يتحدث عن أن داعش مازال موجود استطاع تنفيذ عملية في إيران واستغرب الكل كيف دخل إلى إيران وضبط الحدود الذي تم بينكم وبين سوريا قد خففت يعني انتقال المقاتلين ولكن أيضا هناك من يتحدث أن الخلايا النائمة قد تكون أكبر من التصور هل فعلا يعني هناك قلق من ظهور داعش مرة أخرى وأيضا سأسألك سؤال مرتبط بهذا السؤال ومن ثم ترك الإجابة لك ماذا لو جاءت القوات المشتركة والتحالف الدولي لمحاربة داعش وقال سبعا وطاع عاي العراق سنخرج من العراق هذه المرة للأبد ولكن لا تطلب منه العون مستقبلا في حال عاد داعش أو أي تنظيم إرهابي بأي طائفة كانت أو مذهب هل الجيش العراق اليوم قادر على مواجهته دون التحالف الدولي أم لا يعني هذه النقطين مهمة جدا ويجب أن يكون أو تكون الإجابة دقيقة أولا نحن عندما نتكلم عن داعش ومحاربة داعش دعنا من السؤال الأول السؤال الأول إجابة موجودة ولكن دعنا نتعمق في السؤال الثاني والسؤال الثاني هو ماذا لو طيب هو من الذي حرر العراق نحن كنا في أمس الحاجة إلى أسلحة وإلى تدريب ونحن ونقدمنا الشهداء نحن من قاتلنا نعم التحالف الدولي كان له دور كبير في معاونة قواتنا الأمنية في التدريب في التسليح في الضربات الجوية لكوننا لا نمتلك في ذلك الوقت لا سلاح جو ولا إمكانيات وقدرات عالية في التسليح ولكن كانت لدينا إمكانيات وقدرات بشرية عالية جدا وفورا بعد أن كان هناك عملية استلهام واستحضارات لمجابهة الخطر الذي وصل تقريبا إلى حدود بغداد بدأت هناك مرحلة أخرى ومرحلة ثانية لصنع التاريخ والحمد لله بالتوفيق من الله وبعون كل بعون الأخوان سواء الأشقاء العرب أو بعون المجتمع الدولي استطعنا أن نتحر هذا التنظيم ولكن نحن من قدمنا أنهار الدم ونحن من قدمنا الشهداء ونحن من قدمنا الجرحى ونحن من قاتلنا الحقيقة نيابة عن العالم التحالف الدولي لم يقاتل معنا في خنادق وإنما قاتل عن طريق الجو قاتل عن طريق الاستطلاع قاتل عن طريق التدريب قاتل عن طريق تقديم المشورة الجزء الأول من سؤالك سيدي الكريم داعش هو فكر وأنت تعلم بأنه الفكر يجب أن يحارب بفكر ويجب أن تكون هناك إمكانية وقدرة على اختراق هذا الفكر داعش فشل فيما قام به من عمليات إرهابية فشل وحاول أن يقوم بكثير من العمليات الإرهابية حتى في بعض الأحيان قام بعملية وعمليتين في المملكة على ما أذكر ولكن هنا علينا أن نحدد أين بقى داعش داعش الآن نشط في شمال أفريقيا داعش الآن يقوم بعمليات في آسيا داعش الآن يحاول أن يجد قدم كبير في أفغانستان وغيرها عندما نتكلم عن العراق نتكلم عن أولا لماذا بدأت استراتيجيتنا بضبط الحدود والنقطة الثانية هو تفعيل الجهد الاستخباري والأمني والتحليل والتدقيق من هذا الجهد الاستخباري والأمني ودراسة أين يتواجد أو أين تتواجد هذه المجامع عن طريق ما يقومون بي من عمليات إرهابية وفعلا حددنا كثير من المناطق حددنا مناطق كانت سواء في ديالة في جنوب غرب كاركوك في الجزيرة في صلاح الدين في جنوب غرب الرطبة في غرب نينوة ومستمرين عام 2024 نعمل ما تبقى من هذه الجيوب اللي موجودة واللي تحاول طبعا هي موجودة بشكل هو يعتبر خلية نائمة لأنه هو ما عند القدرة والإمكانية لا على جلب مقاتلين إلى أكثر ولا على إمكانياته وقدراته المادية والإدارية ولا حتى البقاء في مكانه لأكثر من ساعات ومن ثم يتنقل وهذا ما أثبتنا من خلال الضربات الجوية ومراقبتنا لهم عن طريق الجو يبقى في مكان لمدة ساعات أو في بعض الأحيان يعني ليلة ومن ثم ينسحب ونحن مستمرين في استطلاعها هذا يؤكد بأنه من تبقى من هذه المجاميع اللي هي أساسا حوصلت في العراق ولم يبقى لديها إما أن تبقى في هذه الأماكن النائية وتنتظر الجهد الاستخباري والجوي يأتي لقتلها أو القبض عليها أو تقوم ببعض العمليات الإرهابية ظنا منها بأنها ممكن أن تعيد أو ترهب المجتمع أو الناس اللي موجودين وتقوم بمثل هذه العمليات من أجل أن تجد لها موطأ قدم مرة ثانية يعني سعدت اللوان تقول يعني باختصار كأنك تقول إذا أراد التحالف الدولي أن يغادر كما طلبنا منه فالجيش العراقي قادر على يعني اتخاذ اللازم في حال عاد داعش أو غيره ولكن هناك تساؤل هناك يعني ملاحظة أتمنى أن لا تقول لي متى آخر مرة شاهدتها أريد أن أسألك فقط عن ما شاهدناه في السابق في أكثر من مناسبة طبعا في السابق كان قاسم سليباني والآن قاني رئيس الحرس الثوري الإيراني يعني يتجول مع بعض المسؤولين العراقيين أو العسكرية العراقيين في بعض المواقع العسكرية والآخرين هل هو نوع من التعاون هناك من يقول أنها سيطرة وليس التعاون وأن دائما إيران يعني تتفاخر أنها تسيطر على العواصم العربية وأن الحرس الثوري الإيراني له السطو الكبرى ولا أحد يستطيع إيقافه أو إيقاف أي ميليشيات عسكرية تابعة له ما رأيك سيد خفاجي يعني أولا أولا أنت من تتحدث عن إيران أنت تتحدث عن جار وإيران هي جارة للإعراق وإحنا نتحدث يعني في مرحلة ما إحنا نتحدث في عام 2015 إيران قدمت السلاح عندما كان يحتاج السلاح في ذلك الوقت وكان أول وصول لطائرات السخوي 25 في ذلك الوقت أما الجزء الثاني يعني وإحنا نمتلك علاقات جيدة مع كل بلدان الجوار وإمكانياتنا وقدراتنا أما الجزء الثاني لزيارات فهي زيارات بين المسؤولين وأعتقد أن هذا الموضوع ليس له أي علاقة لا بالمشتركة ولا بالجانب الأمني الذي أنا يخصني سيد تحسين الخفاجي أنا سعيد جدا بهذا الحوار حوار يعني مطول ومنوع عن الحالة الأمنية في العراق وعن الجيش العراقي وعن قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي المتحدث في العمليات المشتركة في العراق ورئيس خلية الإعلام الأمن كنت معنا شكرا لك وشكرا لكم شكرا لكم أعزائي المشاهدين للمدار الجديد ألقاكم اشتركوا في القناة